من منا يستطيع العيش دون وجود الأجندة أو الكالندر في حياته اليومية؟ لا أحد ولكن في فلسطين فتاة برعت في أن تعطيك أي يوم في العام لمليار عام قادم ومئات السنوات الماضية جئنا إلى أديان محملين باختبار أديان 11.6.2885 أي يوم بيجي؟ 2.3.3.104 4.11.104 عام 4.029 3.3 ثواني أو أقل هو الوقت الذي تحتاجه أديان لتعطيك أي يوم لمدة مليار عام قادم دعونا نتعرف أكثر على أديان وكيف تنمت عندها هذه الموهبة 1905.16.7 الجمعة أديان ابنة 19 ربيعاً ولدت بقدرة خارقة في الربط بين الأيام والتواريخ الميلادية كل من عرف أديان أطلق عليها لقب رزنامة فلسطين بسبب قدرتها المتعلقة بالتقويم ملكة أذهلت الجميع ومنحت على إثرها لقب سفيرة فلسطين للإبداع العقلي من قبل وزارة التربية والتعليم لعبة الأرقام أضيفت إليها ذاكرة خارقة فيكفي أن تعطي عقل 30 ثانية لتحفظ سطراً كاملاً من الأرقام في مواهب الأرقام بس أنه موهبتي أنا بشوفها أنها يعني ما شفت مثلها أو هيكلها يعني أكيد رح تكون موهبة فريدة أديان بدنا نسألك عن سطر واحد رقم واحد أعطيني الأرقام الترتيب طبعها دكتور إياد حمود المشرف على موهبة أديانة وتطويرها أكد أن موهبتها ربما تكون الوحيدة في العالم في عنا تقريباً ثمن أشخاص الآن على مستوى العالم عندهم طفرة في الذكاء في مجال الأرقام ولغة الأرقام ولكن في مجالات أخرى بالعمليات الحسابية ولكن أديان تتعامل مع الأرقام بلغة صرابية بحيث تبحث في العقل الباطني عن الإجابة لهذا اليوم وعندها قدرة وأفاق تشوف هذه السنوات وتقدر تعرف اليوم المصادف لهذا التاريخ أديان عقل تستعد للمشاركة في نهاية الشهر الحالي في مسابقة الذاكرة الخارقة في الجزائر وستدعم من أهلها وكل من عرفها من بلدة بديا فاتن علوان الحرة